أهلاً وسهلاً بيكم أعزائي المشاهدين وأول حلقة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية الموسم السادس فرصة عمل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إن شاء الله نقدر نقدر نقدم لكم قيمة حقيقية في الموسم السادس زي ما قدرنا في المواسم اللي قبل كده وكان مواضحها متنوعة وكان اتهم كل بيت وكل أسرة مصرية إن شاء الله في الموسم السادس نقدر نقدم لكم قيمة حقيقية وقيمة تفيد المجتمع وقبل أي حاجة رحب بالنجمة اللي منوراني في الاستوديو الزميلة العزيزة هانا المندراوي وفي الحقيقة هانا يعني أنا كنت لسا بكتب فيها قصيدة شعري مبارح إنسانة زوء إنسانة مهزبة إنسانة يعني مكتهدة جداً 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 بمعنى الكلمة أصلها طيب أخلاق رفيعة بمعنى الكلمة وأنا سعيد جداً بوجودك معايا في الهد والافتتاحية بتاع الموسم السادس أنا أسعد والله وسعيدك جداً أكون معاك في أول حلقة وبعد نجاح الموسم اللي فاتت الحمد لله وكنت يعني ليك تواجد مشرف في حفل ختم الموسم الخامس وكان ليك تواجد مشرف في الموسم الخامس في حلقاته الحمد لله إن شاء الله يكون الموسم موفق الموسم السادس إن شاء الله يا رب يا رب اللهم أمين وطبعا لا يا سعني في بداية الحلقة وفي بداية أول حلقة من الموسم السادس إلا إني أتوجه بالشكر لكل دعمونا ووقفوا جنبنا وكانوا لابنا وكانوا يعني جزء من نجاحنا في المواسم السابقة في الموسم الخامس وفي الموسم الرابع وفي الموسم التالت التلات مواسم اللي عملناهم هنا في قناة الصحة والجمال على الهواء مباشرة بتقدم بالشكر بالإسم وتحديدا للأخ العزيز الأخ الأكبر الأستاذ سامح الهواري رئيس تحرير برنامج تأملات إنسانية وللأخت العزيزة اللي كانت مدير إعداد البرنامج في الموسم الخامس الدكتورة مروى محمد كمال وللأخ العزيز الأستاذ نبيل بسيوني مدير علاقات العامة ولأخ العزيز الأستاذ أحمد أسامة نائب رئيس التحرير ومسؤول عن السوشيال ميديا وللمهندس أحمد هلال كمال مهندس الجرافيك وللأستاذ حيسم نفادي المسؤول عن التقارير الخارجية الأستاذة بسمة محمد مدير التسويق والمستشار القانوني للبرنامج الأخ العزيز الأستاذ أحمد محروس وده شكر واجب لأن إحنا زي ما قلت قبل كده أنا ما بعرفش أنجح لوحدي إحنا تيم إحنا دايرة مغلقة لو ما حطناش إيدينا في إيد بعض وتعاوننا مش هنقدر ننجح اسمحوا لي بقى أتكلم وأعرض لكم إحنا هنتكلم في إيه في الموسم ده إحنا الموسم ده من اسمه كده بعنوان فرصة عمل والفرصة عمل ده كان مشروع برنامج مستقل اللي فكرنا نعمله السنة اللي فاتت سنة 2019 ولكن بدأنا إن إحنا نتجه إنه نخليه موسم من موسم تأملات إنسانية لعدم اكتمال التجربة كبرنامج مستقل فرصة عمل هنتكلم فيه عن إيه؟ هنتكلم عن دعم وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل هننصح الشباب ببعض النصائح المهمة من بداية وهم في مرحلة الدراسة الجامعية تبدأ تعد نفسك لإن أنت تلاقي وظيفة بسهولة إزاي هنتكلم كمان عن دعم وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل إزاي تواجهة تحديات اللي بتقابلك دوقتي وخصوصا في الظروف اللي بتمر بيها العالم كله هنتكلم عن الانترفيو سكلز إزاي تعمل انترفيو هنتكلم عن سي في رايتنج إزاي تكتب سيرة ذاتية لنفسك هنتكلم عن الجوب هانتنج بمهارات اقتناص الوظائف إزاي تدور على وظيفة وإن شاء الله إن شاء الله تكون بداية موفقة لموسم موفق من برنامجكم تأملات إنساني إن شاء الله إحنا بعد مستقرينا على موضوع الموسم الجديد وإن هو يكون بعنوان فرصة عمل حبينا نشوف إحنا أي شريحة بنوجه لها كلامنا لقينا إن إحنا كلامنا بنوجه من أول الطالب في المدرسة اللي فيه ما فوق يعني الشغل، الوظيفة، الحاجة اللي أنت كل يوم بتصحب نوم عشان تعملها مطلوب من يقوم بيها على أكمل وجه؟ هل فجأة بنلاقي نفسنا في الشغلانة دي؟ لأ طبعا، دي حاجة بتبدأ معانا من زمان جدا من أول سؤال نفسك تطلع إلى ما تجبر بيبدأ يتنمى جونا حب لشغلانة معينة بنجبر أكتر ويكون مطلوب مننا ناخد قرارات مصرية من أول قرار، يا طرح هدخل أدبي والعلمي؟ هل هدخل على أساس الدراسة اللي أنا حبيبها الجامعية؟ ولا على أساس فرص العمل بتكون متوفرة في وظائف إيه؟ ولا على أساس المجتمع بيبص إزاي للجامعات؟ كل ده كلها بتكون أسئلة بنفكر فيها وبتكون محترين في تحديد مصرنا طيب، دلوقتي بعد الامتحانات السنوية العامة وبعد ما اخترت هدخل أدبي والعلمي؟ وارد جدا أدخل الجامعة اللي أنا حبيبها وارد جمان يحصل أي حاجة وادخل الجامعة تانية في دراستي دلوقتي الجامعية المفروض أقهل نفسي إزاي؟ عشان بعد ما أتخرج أكون عندي خبرة لسوق العمل لأن زي ما إحنا عارفين دايما حديث التخرج بيكون عنده مشاكل إنه هو بيتسئل أنت خبرتك إيه؟ طب أنا لسه متخرج هيكوني إزاي معي خبرة ده كله هنعرفه بعد ما اتخرجنا بنتوجهنا عقابات كتير زي مثلا في البداية إن أنا بعمل السيدي بتاعي وبروح أقدم في مقابلات علشان أتقبل في الوظيفة بتسئل أسئلة زي شايف نفسك فين كمان خمس سنين أو سؤال زي إيه اللي يخليني أشغلك أنت في الوظيفة دي مش أي حد من اللي متقدم تاني ممكن تكون الأسئلة دي كل شيء معروفة بس أوقات بنفتقد للرد الصحيح عليها كل ده هنعرفه طيب دلوقتي بعد ما اشتغلت في الوظيفة دي وارد أكون مجال العمل بتاعي ده أنا حبه وارد كمان أكون مش حبه وعايز أعمل تغيير للمصاري المهني بتاعي هنعرف إزاي نقدر نعمل تحول للمصاري المهني حابب الشغلانة اللي أنا فيها بس عايز أترقى عايز أرتقي بنفسي وكون في مستوى أحسن ممكن أكون مش عارف أبدأ منين إيه الكورسات اللي أنا قدر أقوم بيها أطور من نفسي إزاي ست البيت دلوقتي ست البيت ممكن تكون مش عارفة تنزل علشان الولاد والبيت بس تكون عايزة يكون ليها فرصة عمل هنعرف إزاي يكون ليها فرصة عمل من منزل كل ده وأكتر مواضيع هننقشها هنا في فرصة عمل أنا كمان يا محمد مبسوطا أن البرنامج جيب وقته خصوصا أنه هو بعد أزمة الكورونا دي حصل يعني في الشغل الوظائف حصل فيها ارتباء كبير يعني فيه ناس أصلا مرتباتها تخفضت وكمان فيه ناس تانية مشوا من الشغل خالص تم الاستغناء عنهم وتسرحهم حقيقي وده مش في مصر بس ده يعني على مستوى العالم كله والله يعني هنا أنا شايف برضو أن الصعاب والتحديات دي مش بس مع أزمة كورونا من زمان قوي ومن قديم الأزل ما ننكرش أن برضو أحيانا الوصايت والمحسوبيات بتدخل في موضوع التوظيف ده وخصوصا في المجتمعات الشرقية بشكل كبير جيد وفي كل الحال عالم أعتقد يعني ولكن في مجتمعاتنا الشرقية أو في مصر تحديدا برضو المحسوبيات والوصايت دي بتخش بشكل كبير لذلك يعني أحيانا بنبص نلاقي فيه حد مثلا أول دفعته وشاطر جدا وكده بس لا قدر لا يعني ما يتحش ليه الفرصة بشكل كامل وحد تاني ياخد الفرصة بتاعته فاحنا جايين هنا عشان نساعد الشباب ونقف مع الشباب وهيكون معنا شخصيات قيمة جدا الحلقات القادمة في البرنامج من ذوي الخبرات ومن أسازة الإدارة ومن أسازة الموارد البشرية يدونا خبراتهم ويدونا نصايحهم عشان نقدر ندعم ونقف جنب الشباب في المرحلة القادمة أعرف النقطة اللي أنت قلتها دي أنه هو الشباب ممكن بعد ما يكون اكتهد وتعب في جامعاته وفي الأخر ما يلاقيش فرصة عمل أو حتى بعد ما تخرج وقعد يدور كتير ما لاقاش فرصة العمل المناسبة لي بيضطروا أنه هما يدوروا على شغل برة في منهم كمان كتير بيفكر في الهجرة مع أنه هما ممكن يكونوا مش واغبين في اعتبارهم أنه برضو ممكن هيحسن من مستوى المعيش بتاعه ويلاقي الفرصة اللي هو عايزها بس أكيد بتكون فيه صعوبات وتحديات كتيرة جدا ممكن تقبله في الغربة ممكن ما يكونش معمول لها اعتبار وفي الآخر يرجع يتفاجئ بيها ويلاقي أنه برضو الموضوع صعب هناك صحة عندك حق والله هنا وده بياخدنا بقى لعنوان حلقتنا النهاردة اللي هيكون الحلقة الأولى من برنامج تأملات إنسانية الموسم السادس بعنوان فرصة عمل هنتكلم في الحلقة الأولى في موضوع مهم جدا وهو شركات بيع الوهم الشركات اللي بتنصب على الشباب أو اللي بتضحك عليهم أو اللي بيقعد يعمل إعلانات براقة وتعالى مش عارف ايه وفرصة عمل بسبع تلاف جنيه في الشهر وفرصة عمل مش عارف ايه وسبع أيام أجازة وقالزي مجانا والشركات اللي بتجذب الشباب واللسه متخرجين واللسه ما عندهمش خبرات بالكلمات البراقة دي عشان تجذبهم إنه هما يجي يقدم على وظيفة ويبص يلاقي الكلام ده مجذوب وتسعين في المائة منه مش صح وكذلك برضو مكاتب السفر اللي بتبدأ تداعب أحلام الشباب اللي بيبحث عن فرصة سفر أو فرصة عمل في الخارج وتبدأ تاخد جواز السفر وتقول له هعملك وهعملك وهتسافر تلاقي وهتسافر تلاقي وتسكرت الطيران علينا وذهبوا عودة ومش عارف أجازة شهر كل سنة وفي الآخر يروح يلاقي إن ده كل واحد وصراب ما يتحققش منه أكتر من 15% وفيه كمان قضية تانية زي قضية إضاية التجنيس إن هو مثلاً الشباب يكون مسافر في دورة أو حاجة بعثة وبعد كده يقوم هربان من البعثة اللي هو فيها دي على أمل إن هو ممكن يلاقي وظيفة ويقعد يبحث على وظيفة وممكن يكون ما يلاقيش الوظيفة اللي هو الخريج إن هو بعد ما تدرس ويتعلم كل ده وبقى مكتهد وإن هو من الجامعة للبعد كده التخرج وبعدين ما يلاقيش وظيفة اللي تناسبه في الخارج علشان هو أصلاً هربان ومعوش إقامة فيضطر يشتغل أي حاجة زي مثلاً إن هو يكون ديليفري أو بيخسل أطباق في محل وطبعاً كل الشغلانات كويسة بس لو إحنا مسافرين من الأساس علشان نشتغلها مش أكون متهرب ومعيش لأوراق ولا أي حاجة وأبدأ أدور على أي شغلانة علشان بس مجرد إن هو يلاقي بيها قوت يومه وإن هو يقدر يعيش بيها وفي حين أنه في بلده مستحيل ليقبل كده أنا ممكن أروح شغلانات بسيطة جداً لذلك أنا بأقول لكم يا جماعة بلدنا بلدنا والله 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 بلدنا كلها خير اللي عايز يلاقي شغلانا هيلاقي بس إن تسعى وحاول وابدأ واخد أول خطوة الإنجليز بيقوله متى وجدت الإرادة نجد السبيل لو عايز تبقى هتبقى لو عايز تكون هتكون حاول واخد أول خطوة فهو إحنا بناخد بإيدك وبنحطك على التراك وبنحطك على أول الطريق وبنساعدك إن أنت تتجاوز الكلام ده كله خلينا نتكلم بقى عن أول آلية من آليات الشركات اللي بتنصب أو اللي بتضحك على الشباب أو الشركات بيع الوهم زي ما بقولي هنا أعتقدوا يدي مشهورة قوي اللي هي موضوع ملء الاستمارات أو الابليكيشن تيجي تروح تقدم في شركة عشان تقدم مشاركة تدفع بيها مقدم إن أنت يعني للوظيفة دي كمجرد استمارة بالزبط يقول لك بقى يفتح يدفع خمسين جنيه ادفع عشرين جنيه وصعب بيقى مبلغ كبيرة يعني بيبقى فيه مثلا وظيفة إن هي مغرية إن هو يدفع لها مبلغ كبير والمرتب يبدأوا يستقطبوا الناس إن هو المرتب عالي والحاجات دي فيبدأ يحط إن انت عشان تملأ الاستمارة لازم مبلغ كبير وطبعا الناس بتدفع على أمل إن أنا بعد كده هحس المستوى أو لو بقى لك شركة بترول مثلا هتشتغل فيها وقال لك يدفع ميت جنيه أبليكيشن ولا متين جنيه أبليكيشن هتدفعهم في سبيل إن شركات كتير من الشركات دي تقعالوا نحسبها كده لو لمي ميت جنيه في ألف واحد بميت ألف جنيه أنا أجرت شقة بعشر تلاف جنيه مفروشة في المهندسين في الدقي في الزمالك في مكاشن شيك وراقي عشان أدي بقى كريدابلتي ومصدقية عالية لشغلي وحط لين خط أردي وأدي بقى إيمج وأطبع شوية ورق شركات بمتين جنيه وخلاص أنا بقى عندي شركة وممكن المكتب يبقى مفروش أصلا وشوية شهر ولا شهرين يلملوا الألف واحد اللي هو عايزهم وسلام عليكم وعليكم والفكر إن هي ناس بتدفع برضاها يعني مثلا محدش بيكبروا يقولوا تعالى ادفع لقد هو برضا بيكون فاكر إن هي دي حاجة حقيقية وليها مصدقية فبيروح يدفع وفي الآخر بيتصدموا يعني بس تفتكري الحل في إيه في حاجة زي كده يعني هنا أعتقد الحل إن هو يعني ما ينفعش نسمع أي كلام إن هو لازم يكون مثلا مصدر موثوق فيه يعني فيه أنا بشوف إن فيه بتكون ويب سايت إن هو بيكون مواقع إن هي بتكون منزلة شغل زي مثلا موقع البيت وفيه موقع دوباز المفوض أشوف حاجة موثقة إن أنا أدور عليها على شغل مش أي إعلان أشوفه إن هو مكتب في مكان معين بيشوف الشغل يكون ده مصدقية لا خالص والله أنا برضو حتى دول أعتقد برضو ما بيخلوش من إن ممكن يكون فيه برضو ناصب أو حاجات لأن إنت ممكن تحط إسم وهمي وده بيبقى أونلاين بتعمل الإعلان وتبعاته أونلاين فهو مثلا ما بيتحققش فإحنا برضو بندعو مواقع التوظيف دي إن هي تتحقق بنوع بندعو المواقع اللي بتعلن عن وظائف إن هي تتحقق من كيان الشركة ومن مصدقيتها ومن وجود كيان قانوني فعلي إن هي مثلا تشوف السجل التجاري البطاقة الضربية سبقة الأعمال يكون لها موقع إلكتروني حاجة زي كده وأعتقد كمان ممكن يكون شرطة الإنترنت ليها دور برضو بده إن هما يكون فيه رقابة على المواقع دي علشان ما فيش أي حاجة تكتب وهمية إن هو الحاجات دي الناس لو عرفت إن هما بيتوصل لشورطة الإنترنت فطبعا هيكونوا خايفين إن هما يعملوا أي حاجة إن هو في حد متابعهم مش مجرد الناس بس هي اللي هتشوف الكلام ده لقد عليهم رقابة فطبعا قبل ما ينزلوا أي حاجة هيكون لازم إن هما متابعين ومعمول يعني جدول إن هو إمتى ينزل وليه ما ينزلش وكل الحاجات دي طيب هي برضو يعني إحنا برضو يعني بنسأل وبنطلب ويعني بنرجو من الجهات الحكومية ووزارة القوى العاملة والجهات المسؤولة عن التوظيف والعمالة وحقوق العمالة في مصر لهم برضو يستوثقوا من الحاجات دي ويعني يكون فيه تفتيش دوري على الشركات شركات الحق العمالة المصرية بالخارج أو شركات التوظيف اللي موجودة في مصر بحيث إن إحنا شبابنا وهم في البداية وهم لسه في بداية الطريق مش حمل إن هما يقعوا واقعة زي دي وكمان فيه قضية من قضية الهجرة إن هو بيحصل مشاكل كتيرة زي إن هي فيه عائلات بتغرق في البحر وفيه بتحصل مشاكل كتيرة جدا وإن هو العلاقات دي بتتدمر إن هو بعد ما بيحصل إن هو يبقى عايز يروح يعمل هجرة ويلاقي إن هو الأوراق بتاعته مش مظبوطة أو حتى بعد ما يلاقي الأوراق مظبوطة يشوف الطريقة اللي هو هيسافر بيها فيحصل هو الهجرة الغير شرعية أو يروح هناك ما يلاقيش الوظيفة اللي هو مستنيها إن هو مثلا يكون حلم ووظيفة وبعدين لما يروح يجي يشتغل الوظيفة هناك إن هو يقول له لأ دي أنت مش هيتلع لك إقامة إن أنت الإقامة بتاعتك على وظيفتك إن أنت مثلا لو مهندس أو دكتور لأن أنت مثلا هيكتب بأن أنت عامل فدي طبعا حاجات كتيرة ممكن بنواجهها لو إحنا روحنا شركات غير موثوق فيها فلازم نتأنى ونتحرك كويس جدا من صدق ومصدقية الشركة اللي أنا بقدم من خلالها لوظيفة في الخارج وكمان يعني برضو يعني الشباب اللي لسه في بداية الطريق أنا عايز أديهم نصيحة مهمة جدا جدا ونصيحة أخوية يعني من وقع تجربة شخصية وأنا اشتغلت شغلانات كتير جدا ويعني في مجالي وفي غير مجالي يعني أنت في بداية الطريق وإنت لسه متخرج وسنة أولى عمل وسنة أولى بتواجه المجتمع ضروري جدا أن أنت ما تبقاش مصر على أنك تبدأ بوظيفة مريحة قوي وقاعد على مكتب في الغرف المغلقة وفي الغرف المكيفة لا ابدأ بوظيفة بسيطة واعتبارها أن أنت بتاخد خبرة وبتتعلم فيها وانصحك كمان من قبل فترة التخرج أن أنت أثنائك كلية تبدأ تتدرب صح يا أنا؟ صح عشان أنت أصلا في التخرج بيتسئل أنت إيه خبرتك فأنت لازم تكون متأهل لسوق العمل من وانت في الجامعة يعني تبقى عارف إيه الحاجات الكورسات اللي أنت ممكن تاخدها فأول ما تيجي تتخرج وتكتب الـ CV بتاعك يبقى مكتوب مثلا أن أنا بشتغل برامج معينة لو أنا مثلا وظيفتي بتحتاج أن أنا أكون في برامج معينة أو واخد أي دورات والحاجات دي بتفرق جدا في العمل خصوصا كمان مش بس الدورات دي اللي بتفرق في العمل واللي هي الحاجات اللي بتكون البرامج لا ده كمان الأعمال الخدمية والاجتماعية بتفرق لما تتيجي وانت في الجامعة لو دخلت زي النوادي اللي هي بتكون في الجامعات دي بتفرق بعد كده في سوق العمل أن انت بتقدر تتعامل أكتر مع الناس مثلا وانت في الانتربيو دي بتكون مهمة جدا أن انت إزاي تقنع شخص اللي انت بتعمل معه الانتربيو أنه هو ياخدك انت للوظيفة دي فانت لما بتكون وانت أيام الجامعة بتشترك في المشاطات الجامعية دي بيكون عندك الخبرة والمهارة أن انت وانت قاعد مع حد في انتربيو تكون قاعد بقريحية وعارف تتكلم معاه عارف تقدم نفسك صح تقنعه بنفسك انت لما بتقنع الشخص اللي قدامك بنفسك دي دي أول خطوة من خطوات نجاح العمل أن انت تتقبل في الشغل ده وتدخل تشتغل ساعتها بيكون ليك برضو مركز ومكان مهم في الشغل ده لأن انت بيكون يعني ليك شايفين أن انت لائق ولبق أن انت تقدر تأخذ الوظيفة البوابة للوظيفة صحيح وطبعا احنا هنعمل حلقة كاملة عن موضوع الانتربيو سكيلز والمهارات المقابلات الشخصية لأن ده موضوع مهم جدا انت سعب بتبقى رايح المقابلة يعني عامل سيفي محترم وعندك خبرة كويسة بس مش عارف تنقل أو تقنع اللي قدامك دي تقدم نفسك صح مش عارف تقنع اللي قدامك ما هو انت بتسوق نفسك انت عايز تقنع اللي قدامك أن أنا أصلح لهذه الوظيفة لازم تبقى أصلا قاري عن الشركة دي قبل مطروح وعارف هم شغالين في مجال إيه آخر التطورات اللي كانوا فيها الأنشطة اللي نويين يعملوها يعني حتى كنا مرة حاضرين محاضرة عن الانتربيو سكيلز فقالك انت وانت بتقرق جرايد ممكن توجد لنفسك وظيفة صحيح قلت له انت بازاي قالك انت مثلا لو لقيت شركة اتصالات أو شركة فودافون أو أي شركة أيا كانت بتعمل توسعات ومحتاجة مثلا بتعمل توسعات تقنية كبيرة وتعمل شبكات جديدة معنى كده من انت لو مهندس اتصالات أكيد هتكون لك فرصة في الشركة دي فابدأ من دلوقتي أنا بجهز نفسي أروح أشتغل في الشركة دي وكمان برضو من الحاجات اللي ذكرتيها يا هنو يعني أنا مقتنع بيها جدا موضوع العمل التطوعي موضوع العمل التطوعي ده يعني جولك للسفر سبع وفوائد لا للعمل التطوعي مليون فايدة أولا انت عمل التطوعي لو في حاجة خيرية أو شيرتي أو حاجة زي كده انت بتاخد ثواب انت بتعمل حاجة خير العمل التطوعي لو انت بتتدرب في نفس الـ Point او نفس الجزئية اللي انت متخصص فيها او الـ Branch اللي انت متخصص فيه او الفرع اللي انت متخصص فيه ده معناه ان انت بتاخد خبرة تقنية وفنية عملية في نفس مجال تخصصك بالضبط العمل التطوعي بيعملك Network بيعملك شبكة علاقات يعني أصدقاء كتير من أصدقائي يعني ساعات لما بيكون مثلا بيبحث عن وظيفة قالوا يا محمد اخبار الشغل عندكم في الشركة ايه مش عايزين محاسبين مش عايزين إداريين مش عايزين محامين فبنبدأ لو ما عندناش فرصة في الشركة بنبدأ نشوف له في حاجة من أصدقائنا من زمالنا وأنا كذلك لما كون فيه وقت وفترة من فترات حياتي ببحث عن وظيفة ببدأ أتواصل مع الناس مع الأصدقاء مع المعارف فالنتورك والشبكة دي بتكون مهمة جدا طبعا عارف كمان في موضوع اللي هو بتاع المقابلات والحاجات دي المواقع يعني ممكن زي ما يكون فيه حاجات بتكون مش كويسة وأنه هو بتكون فيه حاجات ملهاش مصدقية كبيرة فيه كمان مواقع أن أنا ممكن أدخل من عليها أعرف إزاي أعمل السيفي بتاعي فيه مواقع تانية بتوفر فرص عمل مش حتى فرص عمل لبس ناس يكون معهم خبرة لا حتى لو ناس خارجين ولسه حديث التخرج ممكن يتوفر لهم فرص عمل إنه هو حتى لو من باب التدريب والتدريب ده بيكون مهم جدا يعني مثلا أنا ممكن ألاقي تدريب ما ينفعش أقول لا ده أنا لازم أشتغل أول ما أتخرر لا ممكن تتضرب الأول تاخد خبرة عشان بعد كده لما تيجي تقدم في مكان تاني تبقى معاك الخبرة دي ويبقى ليك الأولوية إن أنت تشتغل الشغلانة دي أنا عايز أقول لك يعني أعرف صديق مهندس جرافيك محترف ومحترم جدا بيعمل شغل نجوم عالميين وبيعمل شغل نجوم الفن وحفلات في مصر يعني بيقول لي يا سيد محمد أنا عدت أتضرب وماخدش مرتب أكتر من سنة أروح كل يوم وأدرب مشوار ومواصلات وإرهاق ومجهود عشان يتضرب في مكان أفضل يعني هو ممكن يكون الوظيفة دي في المكان الكويس جدا ما يكونوش طالبين حد بالخبرة بتاعته بس هو لما يكون معينهم هيكتسب منهم خبرة بعد كده أصلا ممكن بعد ما يكتسب منهم خبرة ممكن يعينوه في الشركة اللي هو تدرب فيها فدي بتكون ليه أولوية إن هو يتعين في المكان ده طب يعني إحنا عايزين نطلع فاصل مش عارف كان فيه فاصل عايزين آه يعني إحنا طب ممكن ننزل فاصل إعلاني في الفاصل لغاية ما الفيديو تعرض طيب إحنا برضو قبل ما أختم أنا كنت حابب قوي هنا إن أنت تكلميني عن تجربتك في الموسم الخامس استفدت منها ولا لأ وانطباعك إيه عن فريق العمل والمجموعة اللي معينها هو الموسم الخامس بالصراحة بالنسبة لي كان مميز جدا خصوصا إن إحنا بنتكلم على شخصيات ملهمة فكرة إنك تتكلم على شخصيات ملهمة دي كل ما تسمع عن شخصية بتبدأ تستفيد منها حاجة يعني بتكون جميلة بتاخد منها الكويس وتبدأ تشوف إن إيه الحاجات ممكن استفيد منها واكتسبها في شخصيتي دايما الواحد حلو إن هو يطور من نفسه يسمع عن الناس يشوف ده بيعمل كويس إيه ده إيه المميز فيه لو خدنا صفة حلوة من كل شخص هتبدأ تلاقي إن إنت عندك مجموعة صفات وخبرات كبيرة جدا هتفيدك في حياتك لقدام فدي حاجة مميزة جدا عجبتني فعلا في الموسم الخامس كمان فريق العمل متعاون جدا يعني أنا من أول مرة جيت البرنامج حسيت فعلا إن هو أسرة يعني كلهم متعاونين وأكني عارفاكوا فعلا من زمان فدي حاجة حبيتها جدا ويا رب إن شاء الله الموسم السادس يكون ناجح زي المواسم اللي فاتت وشرف ليه يكون معاك يا مقرر والصراحة اسمحيلي أكرر ثنائي وإطرائي عليكي وتواجدك المشرف معنا وحتى التقارير الخارجية اللي روحتيها الناس يعني شكرت فيك جدا وكانوا مبسوطين بالتقرير اللي عملتي وإن شاء الله بإذنك تكوني مكملة معنا في كل موايس تأملات الإنسانية إن شاء الله وأنا يسعدني إن يكون كمان في تجربة نيقدمها أنا وإنتي لوحدنا دي كون شرفوا حاجة سعيدني بإذن الله يشرفني طبعا يا محمد مرسي إحنا جاهزين بالفيديو جاهزين بالتقرير نعرضه طيب إحنا طبعا دلوقتي هنطلع نعرض تقرير عن ندوة نظمتها مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير وكنا روحنا كل دار العلوم جامعة القاهرة بدعوة من الكاتب الصحفي المحترم الأستاذ أسامة إبراهيم أمين عام مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير يعني الراجل مشكورا هو أيضا صاحب ومدير دار النخبة للنشر والتوزيع وراجل مشكورا يعني صراحة كان أصر أن أنا أكون موجود وأعمل التغطيات مع ضيوفنا الكرام اللي كانوا موجودين معنا في التقرير معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وكان لنا الشرف أن احنا كنا متواجدين معاهم في تغطية النادوة وهي كانت نحوة استراتيجية لمجتمع عربي جديد وأيضا هنلاقي في التقرير في تغطية وفي سؤال وجهناه لمعالي اللواء أركان حرب مجدش حياته عن موضوع برنامجنا فرصة عمل ونصيحة يديها للشباب وأيضا معنا المؤرخ العسكري والمشاري الإعلامي مراد الحسيني معنا أيضا في التقرير أتمنى إن شاء الله تستمتعوا بالتقرير اللي هنعرضه دوقتي اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع لكم في أول حلقة من حلقات برنامجكم فرصة تأملات إنسانية الموسم السادس فرصة عمل فرصة عمل الوزير محمد بيل عرابي السفير والشخصية الدبلوماسية القيمة احنا سعداء بتشريف معليك لشاشة برنامج تأملات إنسانية وهو مشروع أدبي إعلامي يتعمق في فهم وتهديب النفس البشرية ممتاز وحنا في الموسم السادس من البرنامج ومستمرين من عام 2018 وفي الموسم السادس بنتحدث تحت عنوان فرصة عمل وهدف البرنامج دعم وتأهيل الشباب لمواجهة تحديات سوق العمل احنا النهاردة وإحنا في كنف كلية دار العلوم جامعة القاهرة وبنتكلم عن إعادة صياغة المنظومة العربية حراك شايف إيه أهم التحديات اللي بتواجه الشباب العربي لإيجاد فرصة عمل وإيه النصائح اللي تديها للشباب اللي في مقتبل العمر طبعاً ده موضوع مهم جداً وخاصة إن حراك الفرص أصبحت قليلة بالنسبة للشباب المتطلع إلى مستقبل إن شاء الله مستاهر سوق العمل بيتغير يعني أقدر أقول عدرتك إنه جائحة الكورونا غيرت من شكل متطلبات أو مؤهلات الشاب المتطلع إلى سوق العمل بحيث إنه يمكن هتكون أحد السمات الأساسية القادمة إنه تتكون عندك القدرة على العمل من منزلك عن طريق أونلاين أو عن بعد تفاعلاً مع التكنولوجي الحديثة؟ تفاعلاً مع التكنولوجي الحديثة؟ بدون لغة أجنبية ويكون قادر على التعامل بها مع السوق الخارجي أعتقد برضو ديت هتكون أحد العوائق التي تصيب الشباب العربي بواجه عام في إنخراط في سوق العمل الدولي طبعاً برضو حقيقة جائحة كورونا أثرت كثيراً على فكرة أولاً التعليم في الخارج مثلاً هيبك برضو عن بعد وده أنا أرى أنه أسلوب مناسب لغرس القيم والتعليم الصحيح للشباب ولكن الظروف اقتدت إنه إحنا نكون عندنا قيود على تحركاتنا في الفترة الجاية وده هنعكس على قدرات الشباب في إنه هو يستفيد من العلم في خارج بلاده فإحنا أمام ظرف جديد الشاب لازم كمان أنه هو يعني يقرأ يعني هتلاح سعركاً فيه صناعات قفزت للأعلى وفيه صناعات هتختفت صناعات تلاشت يعني صناعات الدواء تقدمت صناعات الحاسبات هتقدمت النظام الاتصالات تقدم في الفترة الجاية وبالتالي لازم الشاب يكون عنده هذا الحس بأنه هو يلتقط ما هو قادم وما هو مطلوب في سوق العمل ويبدأ في التعامل معه لكن الأسلوب التقليدي في اختيار الوظائف التي فيها قدر من المكتبية وورف المكيفة أنا ما أعتقدش أن ده هتكون لها نصيب في الفترة الجاية بنشكر معليك شكراً جزيلاً مع الوزير شكراً جزيلاً الموسم السادس من برنامجنا بعنوان فرصة عمل عايزة نصيحة من اللواء أركان حرب مجدش حاتة للشباب المتخرج حديثاً نصيحتك إيه للشباب؟ حاضر الشباب مهم جداً في عصر الحالي والوقت الحالي واللي قبل كده واللي بعد كده إن شاء الله لأن الدولة بتعتمد على الشباب هداياً أنا بنصح الشباب أنه يركز على شغله في الوقت اللي هو فيه يعني هو شاب طالب في جامعة مثلاً أو في سانوي يبقى يركز قوي في شغله وفي دراسته فيه إنه هو ينبق فيه مجاله واللي بيحبه قدراً ما يفكرشي أما حطلع أشتغل يعني ما فيش حد الفكر بتاعنا أنا يخطط أنا هشتغل وأحب أكا لا النهاردة أنا وجيت شغلي الأول وأه يعني أخد أبقى نفسي في حاجة لكن ما تشغلش بالي ولا تفكيري خاصة دي نمرة واحد نمرة اتنين ما يعتمدش إنما ما يشتغل يطلع يتخرج عشان أشتغل الدولة تشغل يدور النهاردة ما فيش حد النهاردة أنا عندي فرصة أنا عندي إمكانيات معينة وعندي فرصة إن أنا إمكانيات كويسة الحمد لله متخرج كويس نبيه فاهم متفوق أطلع بقى الفرصة ما تجيلي أي فرصة تجيلي حتى ولو قريباً من المجال مش لازل تخصوصي بالظبط عشان أكتسب خبرات أكتسب خبرات التعامل مع الناس أكتسب خبرات أزيد خبراتي في مجالي ما أقولش لأ مخطأ يعني في أي شغل يتعرف عليك بالذب تقرأ أكون أمين بقدر إمكان في شغلي أكون مجتهد بقدر إمكان ما أدورش على المكسب المادي الأول أنا أتعلم كل اللي إن شاء الله اشتغل إن شاء الله اشتغل بجلاش في الفترات الأخرينية وساعدت به دكتور ماجستير في الجراحة إيده متلف حديث زي اللي قوله ومحترم وشغال بيشتغل بيعمل سيراميك في الأمراض والتجامعات الدليدة في نمازج على فكرة كشير كده ما نقول لها أيضا دي لازم تخليني أفكر تاني أي التفكير يا دكتور طبعا أنا ما جيت أرفت يا الله إن أبرها هو في شغل ممتاز أه طبعا يعني أستاذ دكتور بس طبعا في السيراميك فبسأله ما نكسفش إنه يشتغل كده أه اشتغل بس أنا في شغلي ده بكسك كويس قوي 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 وبجيده كويس قوي وبقى أقل المجهول وفي نفس الوقت لو عندي فرصة شغل بره بيشتغل كدكتور بشتغل عشان ما بقاش لكن النهاردة أنا مش هقعد أنتظر أما أجيلي شغل أو أجيلي أجراحة أو أجيلي بتاع لا أنا عندي نهاردة اللي هي مهنة بسيطة ويسة جدا أنت عملتها بسهولة جدا وفي سرعة جدا وابتهيت أكسر بينها سيادة الوقت وأركان حرب مجدي أحمد شحاتة إحنا شرفنا بكاتب وجودك معنا في البرنامج وأنا سعيدة فعلا أنت قابلت مع حضرتك وسعادة أكثر ببرنامج تأمولات إنسانية أنت كنت معنا في الموسم الخامس والموسم السادس وده شرف لنا وجودنا مع حضرتك شرف لي وسعيدنا مع حضرتك الله يخليك شكرا لحدك شكرا منرحب بالمستشار الإعلامي مراد الحسيني أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فاني شرف فينا ببرنامج تأمولات إنسانية صح هو إنه هو يكتهد في العمل بتاعه وفي نفس الوقت كمان إنه هو مش هيستنى تعيين القوة العاملة زي الزمان لما كان موجود يعني فدلوقتي بالنسبة للشركات وبنسبة للمستثمرين اللي المتواجدين في الساحة والشركات اللي هي بتيجي تشتغل هنا في مصر أو شركاتنا اللي هي متواجدة على الأراضي المصرية بالتالي فيه محتاج عمال وأنا شايف حتى دلوقتي بالنسبة عاملين إنجازات جبيرة جدا جدا بالنسبة للشباب بيشتغل في جميع التخصصات وحتى لو مش في تخصصه بيحاول إنه يكتسب خبرة على أساس برضو لما فيه مساحة في التخصص بتاعه بيلاقي المجال بتاعه يبقى مستريح حتى بالنسبة للشغل بتاعه فيما بعد بس ما يركنش ويقول أنا مستني القوة العاملة أو مستني إن حدي عيني لين طبعا المشاريع المتواجدة ويكتهد وبعدين في نفس الوقت كما هو بيكتسب خبرة ورجعنا لكم بعد الفاصل ومازلنا معاكم في أول حلقة من حلقات برنامجكم تأملات إنسانية النسخة السادسة واللي هنتكلم فيها بعنوان فرصة عمل قبل أي حاجة أرحب بالنجمتين اللي منورنا في الاستوديو الإعلامية الجميلة هانا شلبي اللي معانا من الموسم الرابع والخامس والموسم السادس في اكتتاح الحلقة الأولى أهلا بيك هانا والنجمة الجميلة اللي انضمت لفريق العمل وجاية متأخرة من أول يوم بسيحلك على الهواء سلوة عبدالله أهلا بيك يا سلوة أهلا بحضرتك أزمحمد وأهلا بكل السادة الزملاء والكاست كله ورا الكاميرا وأنا تشرفت جدا بعمل مع حضرتك أهلا بيك إن شاء الله تكون تجربة موفقة وتمثلي إضافة البرنامج والبرنامج أيضا يمثل إضافة ليكي بإذن الله سألوك وبرحب يعني بذات الابتسامة الساحرة يعني نجمة السوشيال ميديا خبيرة التجميل الرائعة إسراء زايد أهلا بيك يا إسراء بأمان أنا سعيد جدا أن أنت هكوني معاينا في أول حلقة وخصوصا أن احنا بنتكلم بقى عن فرصة عمل وصعوبات وتحديات فلما يبقى حد كده خاص بموضوع التجميل والجمال معانا في أول حلقة يعني يدي كده جو لطيف ليها أهلا بيك يا إسراء وكنا بنتكلم في الفخرة الأولانية عن التحديات اللي بتواجه الشباب عشان يحصل وظيفة في بلدنا مصر أم الدنيا ولكن التحديات دي محروفة وتحديات مش سهلة ولكن التحديات دي بتزيد بشكل كبير وخصوصا في مجتمعنا المصري ومجتمعنا الشرقي لما تكون بنتكلم عن المرأة أو عن فتاة فإحنا عندنا النهاردة نموذج لا يعرفي الاستسلام ونموذج قوي بمعنى الكلمة وإحنا يعني بالإضافة أن هي هكون عندها نصايح كتيرة للفتيات في مجال التجميل إلا أن هي أصل أيضا نموذج للفتيات أن هما يقتدوا بيها ويبدأوا أن هما يقلدوها في الأنشطة الجميلة عشان كده نختارنا لكم نموذج من شباب الواعد فتاة بتعتبر قدوة للفتاة الشرقية رغم صغر سنها فهي تعتبر فتاة حديثة التخرج رفضت نفط يا إسراء أنك تشتغلي بأي وزيفة تقليدية والتحقد بالحاجة اللي هي بتحبها والمجال التي بتحبه وتبقى موهبة فيه منص صغرها منص صغرها إسراء خبيرة التجميل والوصفات الطبية للشعر والبشرة خبيرة التخزية وضبط الوزن ده غير إبداعها في مجال الفاشن ستايلس وهنتكلم عن بصمتها الخاصة وتقلقها في المجال ده من خلال الحلقة أهلا بك يا إسراء نورتينا من ورنا طبعا يا إسراء وأنا شايفي إسراء أنت سنك صغير ما شاء الله يعني بنوتك مختابة للعمر فيعني عايزين بقى نتعرف بقى يعني يمكن هو بيقولك من الأسئلة اللي ما تتسئلش للمرأة سنك بس أنا انترستد أن أنت تعرفي الجمهور بسنك ودراستك الأكاديمية أنت خريجي الكلية إيه أنا اسمي إسراء طياتة وعشرين سنة خارجة خدمة اجتماعية استغلت بعد الدراسة يعني نزلت أن أنا حبيت أن أنا أتواضح في حاجة بس ملاقيتش نفسي فيها صراحة خالص فقلت يعني أن المجال اللي أنا حبيه أن أشتغل فيه أحسن وكده يعني إيه ده معقولة يعني كل الخبرات اللي عندك ده مع السن الصغير ده يعني حاجة صراحة يعني وكمان أنت مجال دراستك غير مجال التجميل بزبط أو يعني مغام ذلك أنت أكسبت نفسي الخبرات كتير طيب إسراء إحنا في برنامجنا اسم فرصة عمل أنت بعد التخرج استنيتي الوظيفة ولا حبيتت تكملي في المجال أنت بتحبيه والطواري نفسك فيه والله يعني أنا بعد التخرج زي أي بنت طبعا كانت سنونا يبقى لي وظيفة وكده نزلت اشتغلت البنك من فترة دقيبا ثلاث ستة شهور بس حاشيت أن هو مش مجالي وما حبيتش خالص أن أنا أكمل في حاجة زي كده فاتجعت في صراحة الحاجة أنا بحبها تاني حاجة أنت بتحبيها وكملت فيها طبعا بقيت إن شاء الله عليك أكيد طبعا طيب مخفتيش إسراء أنك أنت تسيبي مجال شغل مضمون وتبتقي في شغل حر ممكن تفشلي فيه والله ناس كتب جدا قالت لي لا إزاي دي فرصة حلوة جدا إن فيش حاجة بشتغل فرانك بسهولة لا أكملي وخليكي بس أنا بصراحة ما سمعتش لأي حد ومسطر نفسي يعني صراحة طب إسراء يعني إحنا عرفنا أن أنت مكتبتيش بس بالموهبة أنا شايف أن هذا الميك أب أرتس ده فنان يعني شغله أنه ياخد الوجه ده ويخليه آية كده من آيات ربنا أنا شايف برضو أن أنت عندك موهبة وموهوبة ولكنك ما اكتفتيش بالموهبة وأثقلتي الموهبة دي ببعض الدورات والكورسات ومش بس كده ده أنا عرفت منك وإحنا قاعدين في الاستراحة أن أنت جربتي منتجات أكتر من خمسين شركة أنا انتريستد وحريص جدا ومهتم أن أنا تكلمين عن تجربتك في الموضوع والله فعلا ده حقيقي خمسين شركة تجميلية منهم من غيلي ومنهم ورخيص برضو جربت بصراحة حاجات كتب جدا جدا يعني وعايزة أقول نصوحة للبنات أن أنت دايما ما تهتم مش بحاجة الغالية لا خالص بالعجس دايما يقولك الغالي تمن فيه والرخيص بخيص لا لا خالص يعني دايما أن أنت تهتم بنفسك جربت الحاجات اللي أقل سعر اللي أعلى سعر لأن كل بشرة تبقى مختلفة عن البشرة الثانية بالضبط يعني طيب عايزة تسألي عن الصفحة أعتقد يا هنن صفحاتك أسرق إحنا طبعا علانا أن أنت هتبقى موجودة معنا كثير من الفانس جدا حابوا أنهم يتواصلوا معنا وقالوا أن عايزين نسأل إسرق بقى هنتكلم عن إسرق إزاي أنت عملت المسكات والحاجات دي وهم استفادوا منها طب أنا هتسألك سؤال يا إسرق إنت بتاخدي مقابل مادي نتيجة تنفيذ فكرة والله خالص والموجودة اللي أنت بتعمل إيه مقابل مادي خالص طب مفيش باجت معينة بتخطيج لها أي شروط خالص والله يعني هي أول بنت كانت معينة في الهاشتاج ده كان الباجت بتاعها كان من ألف جنيه كده كان أقل حاجة أخدناها ألف جنيه بالضبط طب مفيش موقف كده طريفة حصلت معاك تفتكينها أي موقف حصل لا والله ليس لحد دلوقتي لا خالص ولا مع أي حد خالص هي صفحة معروضة على شاشة البرنامج الصفحة بإسم إيه إسرق؟ بنكيز أوفيشل هي دي الصفحة رسمية يعني فيه كذا حد عمل جريب بإسمنا بس هي دي الصفحة رسمية صحيح أنا جايين في العربية وليلي عملين يعملوا أكاونت بإسمي ويردوا على الناس مكاني وصورتي حاضية الحمد لله عارعي النجاح بقى إيه سلوة كتير؟ وإحنا بنتفرج على البيتش عندك على السوشيال ميديا يا إسرق لاحظنا هاشتاج كده لفت نظرنا شينج شالنج تحدي التغيير أنا إحنا عارفنا يعني اللي فهمنا من المضمون أن أنت حاولت الفكرة دي لفكرة مصرية عملت كده إزاي؟ بس هو ما كان نشوف كريتنا في الأساس هي كانت فكرتي أنا و بنت خالتي أنا و هي يعني كنا فكرة مشتركة مع بعض و حبينا جدا إن إحنا لأن في بنات كثيف جدا جدا مش عارفة إنها تلبس إزاي تنسك الألمان مع بعض إزاي في حاجات كثيف جدا بحيث إن في بنات وقعة فيها فإحنا قلنا نعمل تجربة جديدة ولتقريبا أول حاجة يعني ما فيش أي حد عملها خالف في مصر تقريبا إلا إحنا يعني فقلنا إن إحنا ندور منها و في نفس الوقت بنجيب البنت بنغير شكلها بنغير ستايل بنتها بتعملي إعلان مثلا أو حاجة عشان البنات يجو إحنا نزلنا فيديو نزلنا فيديو عرفنا فيه نفسنا طبعا يعني الفانز اللي موجودين في الجروب عارفين إحنا مين يعني فبنا عرفهم بالأول هم الفانز اللي يجو بقى يعملوا معاكل تغير بالضبط هي الفكرة ليس طبعا أنت شاريتش قوي ولكن لها فكرة يعني في الجروب والبنات طبعا حبت جدا جدا الفكرة دي و لحد الوقت لحد الوقت خدنا ثلاث بنات الحمد لله طب ممكن ننزل ببعد الصور كده لو متاح ننزل بها زمايلنا في الإعداد مشكورين لأن انا لقيت بصوا احنا معانا الصور هي على الهواء معروضة ده كان بفور ولا أفتر قبل ولا بعد ده كان بعد طب نشوف قبل كده لو في صورة لله ده قبل صح كده في تغيير فارق في صور تاني متاحة ممكن نعرضها الأخوة ده بعد برده طب نشوف الأنسة دي ده قبل وأفتر قبل وبعد حاجة جميلة جدا صراحة قد ايه انا بشكرك يا اسراء على روحك الجميلة واسعادك للبنات دي تمنحيهم طاقة إيجابية وتديهم ثقة في نفسهم حاجة يعني تستحق كل احترامه حاجة ما تضطق قالك اسراء في حاجات وصفات طبيعية لشد البشرة طبعا في وصفات طبيعية 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 وعليها معلقة اثناشة بس الوصفة دي بتتحط في التلاجة لمدة اسبوع بس وتحطيها كل يوم على وصفة طب ولو عدى الاسبوع عشان في ناس بتاعها تخصر الاسبوع ناخد العلاقات دي اتراك دي في تيكري افكت اللي بتدي المواد الطبيعية نفسه هو هو الافكت اللي بيبقى في الحاجات الكاميكال اي بسي هو دي حاجة ودي حاجة سوسا البشرة موضوع البشرة ده يعني حاجة حساسة جدا يعني بسي هي الكاميكال هي حاجة حلوة جدا طبعا وكل حاجة انت بتعمليها ايه مش هدري بشرتك بتبقى انت عارفة قبل ما تجي تعملي اي حاجة بتحط تشتر على بشرتك بتعرف الاول اذا كان هي فعلا كويسة ولا لا يعني ده فرق بين الكاميكال وفرق بين الوشبات الطبيعية طب يعني بمناسبة بقى يعني يا اسرائل ري ستايلينج ويعني اعادة تهيئة البنات والهيئة بتاعتهم وتغيير الشكل هل في مره نصحتي حد بضاية معين او دي تيلوا بعض النصائح للرشقة وتجنب الوزن الزايد وخصوصا الموضوع ده عامل هوس للبنات انت عارفة ايه او اكيد او والله انا بنصح يعني حكا كويسة جدا في ناس تبعا ما تنفس ان هي تتقوى من الاكل وانا هي ما عايزة تكل كل الشوية والحاجات دي فانا بنصح في اليوم تشعبوا من كبيتين تلك كبيت شاي اخضر وبعد الساعة سبعة تمنعي اكل تماما تماما يعني متحدش اي اكل خالص ببقى اوكي طيب حاسألك عن الدرما بقى الدرما رولر بفعلا بتشد وتنعم البشرة وبتقضي على الخطوة الرفيعة دي ولا تعسلها مقوي طيب ديولار يعني كويسة جدا كنضارة وفي ملع مقاسات المقاسات دي بتكون من نص ميلي لتلاتة ميلي وانا بستحسن ان النص ميلي تكون مين ياخد النص ميلي ومن ياخد يعني الشخص يعرف ازاي ولا بيروح تفضلي نروح لخبير التجميل بقى اكتر اي بصي يعني يفضل ان انت ممكن انت تبعيبية نفسك يعني انت تشوف بشرتك محتاجة ايه ايه بالزبط يعني بالزبط يعني هي نص ميلي كويسة جدا للبشرة لانها بتدي نضارة ودي ما بيكونش بشرة فيها اي مشاكل خالص يعني اللي هو بس انت تدي نضارة لبشرتك وكده في مفوق بقى عندك ندبية عندك اصور عندك حبوب الكلام ده كله بس ما تستعملهاش لو عندها حاجاتي لا 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 لو عندك حبوب اكتر ما تستعملهاش خالص لانها يعني دي البكتيريا حجاتيش كويسة فكرة البرنامج بقى الشهيرة برنامج الشهير 10 years younger كلميني شوية عن الفكرة دي اسرق ايه والله هي كانت فكرة زي ما قلتلك في اول البرنامج ان هي ما كانتش فكرتي الوحدي هي كانت فكرتي انا وبنت خلته حبنا جدا ان احنا نساعد بناك كتير قوي لان احنا شايفين انت بناك كتير جدا ما بتعرش تلبس وتنصك في لبسها فاحنا قولنا ان احنا نعمل فكرة جديدة ولسه بتكون اول فكرة طبعا انت عملت هنا حبنا جدا جدا ويحي البنات معينا بصراحة كويسة قوي يعني حبيت الموضوع يعني فكرة جميلة ان انت بتجيبي مثلا البنوتة وتعملي لها ري ستايلين او من كل حاجة من كل حاجة لبشرة لشعر الميكوب لو واحنا محجبة بنغير لها لفترحيتها واحنا بشعرها بنعمل لها تسريحة جديدة بنضبطها يعني واوعدك ان هداية مني يوم ما تفتحي مركز تجميل تيجي معي كده حلقة هنا في البرنامج هداية بدون ايه والله لا احنا ما عندناش مكان دلوقتي بس ان شاء الله بإذن الله هيكون قريب في مكان لكن دلوقتي احنا بنستضيف البنوتة نضيف البيت عندنا عادي طبعا بنقامل لكل البنات لاننا بنحبهم جدا طبعا بنستضيف عندنا في البيت بنغير لها لبسها بنغير لها كل حاجة فيها بنعمل لها كمان سياشرة انت اللي بتجيبو لها الحاجة و ل ايه اللي بتجيبقا لا احنا ما بناخدش اي حاجة خالص احنا بننزل معيها هي اللي بتفع كل حاجة تديها بعض النصايح كده تفتح ذهنها كده إزاي تبرز جمالك أنا ليه مقولة شهيرة بقول كل النساء جميلات ولكن ليس كلهن قادرات على إبراز جمالهن فكل الستات جمال بس مش كل واحدة قادرة تبرز جمالها أنا دايما والله اللي بقول خلي يعني عندك سكة بنفسك أهم حاجة الزبان إنتي ممكن تجربت نفسك مليون حاجة لأ إنتي لو عندك سكة بنفسك هتبقي أحسن واخدة في الدنيا بتقابلك صعوبات يا إسراء وإنتي بتقنعي البنت مثلا أنها تغير استيالها أو بيكون في مثلا بنوتة عنيدة شوية متمسكة بوجهات نظرها بتعملي إيه مع المشاكل دي؟ والله لحد دلوقتي إحنا بقبلنا الصعوبات خالص ولو نفترض إن إحنا قبلنا أي صعوبات أو أي حاجة بنحلها طبعا باللين وبالحب يعني بنحاول إن أنا بشوف إيه تفكير دماغها يعني إيه اللي في دماغها بحاول إن أنا أبسط عليها كل حاجة لأ أقول لها لأ دا كده صح دا كده غلط وبينها برضي إن أنا أقتنع بفكريتها وهي دا اقتنع بفكريتي عايزة تقولي حاجة لإسراء يا هانا قبل ما نختم حلقتنا؟ لأ أنا بجد سعيدة يا إسراء اللي أنت معنا وشرفتيننا بجد والله أنا مش عارفة أنا فيه أسئلة كتير قوي بس يعني مش عارفة وقت البنامج يقضي طب أنا حابب برضو يا إسراء يعني أسألك عن رؤيتك المستقبلية للصفحة وبتتمنى تتوريها إزاي وإحلامك بالنسبة للصفحة وطموحاتك وخطواتك الجاية إيه؟ والله إن شاء الله بإذن الله الخطوة الجاية فيه مفاجأة طبعا هعملها لبنات الجروب إن شاء الله بإذن الله وبشكر جدا جدا الأدمن اللي معي لأنهم سواحد عبارين جدا في الجروب معي فأنا بشكرهم جدا وبشكر كل بنوتة بتصك في كلامي وبتصك في زوئي وإن شاء الله بإذن الله هقدمنهم حاجة قريبة مش عايزة حرق الحاجة دي إيه بس إن شاء الله بإذن الله حاجة عجروب يعني؟ إن شاء الله يعني ده غير المفاجأة اللي احنا نعملها برنامجنا بالصحة والجمال واحنا جايين كنا بنقول ليه لأ ان احنا ما نعملش برنامج هنا في قناة الصحة والجمال اللي مهتمة بجمال المرأة وبالحاجات الهيرثي الصحية ليه لأ يعني بجد عايزين نعمل اجتماع قريب يعني توعديني في جدول اعمالك كده يبقى عندك وقت لينا ونعمل اجتماع وبالورق والقلم كده نصيغ النقاط واعتقد هنلاقي ناس كتير تدعمنا وناس كتير تدعم الفكرة حابيني الفكرة وحابيني انهم غربين من نفسهم وبالبنامج دلوقتي بقتي اللي هي بتشوف مثلا فاشن بتشوف بلوكر عايزيني يقلدو عايزيني يقلدو احنا بقى بناخد بطريقة تانية وبطريقة حلوة يعني عايزة تختمي الحلقة بقى اي حاجة سالوا قبل ما نختم كنت عايزة بس اسأل عن علاقة الضيت بالبشرة لأسرق هل بيأثر على البشرة خصوصا ان الضيت طبعا بيفقد كتير من الفيتام لأ وكمان ومش بيأثر في حاجات بقى لما اعمل ضيت تخلي ترجع البشرة لطبيعاتها ونظرتها تانية بس اقل مهم جدا انا عملت ضيت دلوقتي وشي بقى خاسس ووحش قوي اعمل اي عشان راجع على ضيت وشي تاني وارجع على وشي وسأل سالوا علاقة الضيت بالبشرة ده ده حاجة مهمة لان احيانا مثلا بتقلل من الفيتاميز تقلل من النشويات تقلل والله انا دايما بنزح لفاتوة الضيت لازم ان تشربوا مياه كثيف جدا 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 ده اول حاجة بس المياه هتخسس لا بس ما هو المياه بتخسس اوكي تمام بس ده حاجة خطوة مهمة علشان الاسكينة عندنا تكون مريناه وفي حاجات كويسة ممكن كمان نلجأ لكريمات الكولاجين فيه عندنا كريمات كولاجين حلوة جدا ده بتحافز دموه البشرة برضو فيه عندنا عصيرة طبيعية بتحتاج على فيتامين سي وفيتامين دي برضو كويسة جدا جدا للبشرة ما فيهاش اي مشاكل خالص وكلها حاجات تبعية يعني باسم برنامج تأملات انسانية وبالاصال عن نفسي وباسم كل فريق العمل بشكر النجمة الجميلة اسراء زادي اللي هي فعلا نموذج جميل ومشرف للمرأة المصرية وللفتاة المصرية لرغم انها حديثة التخارب الا انها تحدد كل الصعوبات ومشيت عكس الطيارة عشان تحقق احلامها وتقف على رجليها واتمنالك كل التوفيق والنجاح وسعيد جدا ومشرف بوجودك يا اسراء انا اسعد والله جدا جدا بوجودك وحلقة جميلة ودمها خفيف وبسيطة امتسامتك الجميلة دي من وراها اهلا بك يا اسراء رشا علي لو اعدت اتكلم من هنا لغاية سنين قدام شوافية حقها صديقة الاخت عزيزة وانسانة بمعنى الكلمة مليون سلام تحية جيك يا رشا وان شاء الله الحلقات الجاية انتظروا مواضيع مهمة وضيوف مهمة في برنامجكم تأملات انسانية الموسم السادس فرصة عمل الى اللقاء وانتظرونا في حلقة قادمة اشتركوا في القناة